السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبناءنا الطلاب في عمليات الفصل ونتكلم عن الكريستاليزايشن بروسيس نتكلم في هذه السانحة عن أجهزة البلورة حقيقة يمكن أننا مصنف نتكلم عن أجهزة البلورة من حيث الـ Operating Conditions الـ Operating Conditions فنستطيع في هذه الحالة أن نصنف الأجهزة البلورة إلى Batch Processes and Continuous Processes نستطيع أننا نعمل بلورة Either Continuously or Buy Batches الأجهزة البلورة في الأغلب هي الأجهزة المعنية بخلق Super Saturated Solutions وداخل هذه الأجهزة نفسها وبعد الحصول على Super Saturated Solutions نستطيع أننا نخلق البلورات وننشئها at the same unit أجهزة البلورة تعمل بطريقتين إما By Circulating Liquid أو By Circulating Magma Methods الكاتوغرائزة هذا التصنيف يعتمد على how we bring the crystals together with the Super Saturated Solution التصنيف Either Circulating Liquid أو Circulating Magma يعتمد عن كيف نضع أو نتحصل على البلورات وكيف نتعامل معها وما هو دورها مع Super Saturated Solution بالنظر إلى هذه الأجهزة بنوع من التفصيل بنجد بأنه في حالة Circulating Liquid في حالة Circulating Liquid Crystalizers بتبدأ عملية البلورة تحصلنا طبعا على Super Saturated Solution ثم تحصلنا على البلورات بعدها نفصل هذه البلورات من السائل ونعيد تدوير هذا السائل ونحول مرة أخرى إلى Super Saturated Solution Either by Cooling or by Evaporating depending on the nature of that particular solution فلا بد في هذا النوع من الأجهزة من فصل البلورات التي تكونت من السائل الأم من الماغمة ثم إعادة تدوير هذا السائل مرة أخرى لتحويله إلى Super Saturated Phase ومن ثم نعمل عملية Crystalization مرة أخرى وتتكرر العملية إلى أن نتحصل على Solution تكون عملية تدويره لتحويله إلى Super Saturation و Crystalization غير اقتصادية فالنوع الأول Circulating Liquid الأجهزة تعمل بتدوير الـ Liquid النوع الثاني هو الأجهزة التي تعمل بواسطة تدوير الماغمة ففي هذا النوع نتحصل على البلورات المتكونة وتنتهي عملية البلورة تحصل على الماغمة تحتوي هذه الماغمة على البلورات التي تكونت والسائل عند مرحلة الساتوريشن نعيد بعد هذا الخليط من الماغمة من البلورات والساتوريت مرة أخرى ونحول إلى سوبر ساتوريت السوليشن بدون فصل البلورات من الخليط سوبر ساتوريشن وكريستاليزاشن في هذه الحالة بوث بروسسيس أكير في الماغمة من الماغمة وتستمر العملية وتتكرر ومع الزمن يزيد كمية تزيد كمية البلورات المتحصلة ويقيل تركيز السوليشن ثم لا تفصل البلورات من السائل إلا بنهاية عملية البلورة فعملية إضافة الفرش تتم باستمرار وعملية البلورة تستمر من أجل الحصول على كمية أكبر من البلورات المتحصلة ترجمة نانسي قنقر